الضرب إذا قمنا بزيادة نفس العدد، نحول عملية الجمع اختصاراً إلى عملية ضرب مثال واحد كيف أحسب عدد الكرات كلها؟ ثلاثة مع ثلاثة مع ثلاثة مع ثلاثة مع ثلاثة يساوي خمسة عشر إذن نلاحظ أننا كررنا العدد ثلاثة خمس مرات لذلك أكتب العملية اختصاراً كالآتي ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر مثال اثنان الوضعية أحسب عدد التفاحات في كل الأشجار كل شجرة بها تسعة تفاحات ونحن نرى ثلاثة أشجار إذن عدد التفاحات كلها تسعة مع تسعة مع تسعة يساوي سبعة وعشرين تفاحة تسعة في ثلاثة يساوي سبعة وعشرين تفاحة إذن عملية الضرب هي تكرار نفس العدد عدة مرات رمز عملية الضرب أوظف القسمة على الأعداد الطبيعية مثال واحد أحسب عدد قطع الحلوة ثم أوزعه بالتساوي على الإخوة الثلاث كم يأخذ كل واحد؟ نقسم خمسة عشرة قطعة علينا نحن الثلاث يأخذ كل واحد خمسة عشر على ثلاثة يساوي خمسة لأن خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر أبدأ عملية القسمة من اليسار آخذ الرقم الأول من اليسار وأقسمه إذا كان الرقم لا يقبل القسمة على القاسم آخذ رقمين خارج القسمة في القاسم مع الباقي يساوي المقصوم سبعمائة وواحد وخمسون المقصوم على خمسة سبع على خمسة يساوي واحد واحد في خمسة يساوي خمسة سبع إلا خمسة يساوي اثنين نقوم بإنزال الخمسة خمسة وعشرون على خمسة يساوي خمسة خمسة في خمسة يساوي خمسة وعشرين خمسة وعشرون إلا خمسة وعشرون يساوي سفر ونقوم بإنزال الواحد واحد لا يقبل القسمة على خمسة إذن واحد هو الباقي وبالتالي خارج القسمة يكون خمسة عشر ثمانية في خمسة يساوي أربعين أربعون على خمسة يساوي ثمانية أربعون على ثمانية يساوي خمسة كل عملية قسمة تفضي إلى عملية ضرب وعملية قسمة أربعة وخمسون على تسعة يساوي ستة ستة في تسعة يساوي أربعة وخمسين أربعة وخمسون على ستة يساوي تسعة